السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير اليوم سنناقش موضوع الأول لبكالوريا 2015 بالضبط مادة هندساء كهربائي سنناقش كل أسئلة بالتفصيل نبدأ في السؤال الأول في السؤال الأول طلب منك متمن أشغولتهم القرارات من وجهة نظر جزء التحكم لاستخراج متمن من وجهة نظر جزء التحكم يجب إتباع ثلاث خطوات أساسية ومهمة الخطوة الأولى يجب قراءة دفتر شروع جيدا الخطوة الثانية يجب نظر إلى جدوب الاختيارات بالضبط لجزء جزء التحكم والملتقاط والخطوة الثالثة يجب قراءة المنولة الهيكلية نبدأ في دفتر الشروع في دفتر الشروع أشغولت الملق قرارات قال لنا في البداية توجد ست قرارات فارغة في المركز الملأة فيتم ملؤها بفتح فيتم ملؤها بفتح إلكتروفان لمدة خمس ثواني جميعا نعلم أن إلكتروفان وحادي الاستقرار لذلك دائما يرفق معه مؤجلة مدة قال فتح نبدأ في الأشغولة واحد أولا نبدأ برسل الأشغولة واحد لكل الأشغولة نداء وجواب وشارطة تخليل الأشغولة أول شارط هو إكس واحد إذن هو نداء من الأشغولة مرفوق مع إكس مية وربعة إكس مية وربعة إذن تشغيل آلي الذي يعطيها متمن قيادة والتهيئة عند تحقق إكس واحد وإكس مية وربعة تنشط ناحلة إكس حداش ويكون فيها شرط الفعل الأول هو إلكتروفان الفعل الثاني مدة فتح إلكتروفان والفعل الثالث رميز آزر اللي هو أراز لماذا أضفت أراز عند النظر إلى العداد نلاحظ إكس حداش موصولة بالكلام عند تنشيط إكس حداش ينشط كلام فيتم إرجاء العداد لإلى سهل لذلك يجب إضافة فعل أراز بعد نهاية زمن التأجيل تخمل مرحلة إكس حداش وتنشط مرحلة إكس ناش ووظيفة مرحلة إكس ناش هي مرحلة الانتظام بنسبة أشغولة واحد ذلك تساهم في تطوير مطمئن إنتاج العداد بعد تنشيط مرحلة إكس ناش تعطي الجواب لأشغولة واحد فيتم تخميل أشغولة واحد وتنشيط أشغولة اثنين وبالتالي آخر شعب في الأشغولة واحد اللي هو إكس واحدة ويعني غياب إشارة مطمئن إنتاج العداد ترجمة نانسي قنقر